قمة عربية جديدة في المنامة قمة تعقد على وقع حرب صهيونية على قطع غزة خلفت حتى انعقاد هذه القمة أكثر من 35 ألف قتيل يمثل الأطفال والنساء منهم ما يتجاوز الستين في المئة وبالطبع فإن الحرب في غزة ليست القضية الوحيدة على جدول أعمال القمة فالعالم العربي يعج بالأزمات والصراعات من اليمن والعراق وسوريا ولبنان إلى السودان وليبيا وتونس وغيرها الأمر الذي يفرض على المجتمعين في المنامة تحديات كبرى تستوجب خطوات عملية ترأب صدوع الجسد العربي وتسعى نحو إيجاد حلول ناجعة لما يواجهه من تحديات وبحسب بعض المحللين فإن الآمال المعلقة على هذه القمة كبيرة والأهداف كثيرة تستدعي تطوير سبل التعاون من أجل التقدم نحو الاستقرار الذي تسعى الدول العربية إلى تحقيقه بوصفه أنصرا مهما لتحقيق مستقبل أفضل لدول المنطقة بما يعيد للأمة مكانتها المستحقة بيد أن السابقات من القمم العربية لا تبشر بإنجاز كبير حسب ما يقول مراقبون إذن عقدت في الرياض قبل أشهر القمة العربية الإسلامية الطارئة بهدف بحث سبل وقف العدوان الصهيوني على غزة إلا أن الأمر في نهاية المطاف لم يزد على بيان ختامي كان محلا للخلاف آنذاك تضمن عدد من البنود التي طالبت المجتمع الدولية بالضغط لوقف الحرب فيما عد من قبل البعض تخليا عربيا وإسلاميا رسميا عن القيام بأي دور فاعل في هذا الصدد من هنا فإن قمة المنامة في رأي الكثيرين سترسخ فكرة ضعف النظام الرسمي العربي وعجزه عن القيام بمسؤولياته إزاء ما يواجه المنطقة من تحديات مصيرية وهو الأمر الذي قد يخلف تداعيات عميقة في المجتمعات العربية ربما تؤسس لتغييرات سياسية جديدة خلال الأعوام المقبلة أو ربما تندر بنشوب صراعات جديدة